قلتلكم ان الناس دلوقتي مش طايق السيسي والله العظيم الناس مسحين واسنمين بيشتموا في الشارع والله العظيم بيتشتم في الشارع قلتلكم الناس مش طايق السيسي اكتر من اي وقت قبل كده خاصة بعد ما افترع عليهم في الدرايب والاسعار وكل حاجة والظهر من الكلام وصله وقارف حجم الغضب اللي في الشارع واشتمته شتيمة ستات ورجالة مسحين واسنمين كبار وصغيرين كلهم يشتموا في الشارع انا ببلغك عبدالفتاح بلاغ ليك الناس في الشارع بتشتمك علني والله العظيم بتتشتم شتايم ما علينا طالع بقى هو ايه ما هو معندوش حجة معندوش ما هو قلهم اصبروا سنتين هوريكوا العجب والاول اغني الناس وقعد يقولي المؤسطوانة دي ما جابتش جابوهم الدرك الاسفل فطلع النهاردة يشغلوا مؤسطوانة ان انا المنقذ انتوا نسيت ولا ايه ده انا البطل انا الوحيد اللي كنت خايف على البلد شوف كده بقى انا بكيت على مصر بله يا صدى والله يعني يعلم ما في نفسي في اللي انا بقوله انا كنت ببكي على مصر يا ابني كنت ببكي على مصر والمصرين كانوا قاعدين بيلعتحكوا كنت ببكي على مصر يا ابني اه يا ابني كلام يعني خلص من ايام زاكي رستم كنت ببكي على فكرة مصرين كل يوم كانوا بيبكوا على مصر يعني بس دلوقتي بقى بيلطموا على مصر الموضوع وصلت بقى لما الحالة كبيرة قوية ان سيسي قالك انت لو شفت صورتي في 2011 انا كنت شمع من وارا نسمع بقى وبيتكلم على انه كبر في السن وانه في تسع تمن تسع سنين اتسرق من عمره اسمع يعني يا ابني الوقت ده مكنش تباني علي ياسيني خالص خالص تحست ان انا يهل منها صحيح والله انا فى اللي كليني اساتة بايس مش انت بتسأل يا رامز بتسألوه وايهي براس وانا برد عليكم لو هاتوا الصور يا اللي انا كنت موجود فيها فى الفترة داية قبل 2011 ما تدليش ابتر من 30 سنة هو ايه كلم انا عاسف يعني هو ايه كلم استادة قلنا انا كنت صغاء ده انا كنت طب انا اواريك بقى الفضايح بتاعتك اهو اهو يا معلم اهو حالق بتاتة جنيه في الوحدة العسكرية اهو يا معلم اتفرق ولابس بدلة بتاعت واحدة تخمنك وحالتك اهو اهو يا معلم اتفضل اهو خايف تتحك حتى واقف واقفة القادة لسه 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 هات صوره في صورة بالتشيرت كده عجباني جدا اتفضل هات يا عم بدلك هات يا عم ده انت بقت عايش في قصور وعايش في صريات وبقت ما شاء الله ساعات اتو عارف بقدي ايه وجرفت وقصور رئاسية وطيارة ب600 مليار فين يا معلم يا راجل اهو اتفرق قال لك انا اه شوف اللغد وشوف اللغد ما انا مبارح تكلمت على اللغد بتاعه بص النظافة اللي اتنظافة والنجارة ده انت الجلط يا معلم ده انت الجلط مش انت لوحدك طبعا اتجلط جاي تقول لك بص على صورتي كنت ما يجيبش تلاتين سنة يا راجل بص على صورتك ده انت طالع مع عمر اللي ايه عمر مع لميس الحديدي البادلة اللي لابسة والجرباطة من العتبة النهاردة لابس برندهات بقى ولابس حاجات واه باب نقصور بحسس انك عايش في شقة في تجامع الخامس بتقل لا بقى في نفسك طبعا لقطة السيسي دي في الحنية الرخيصة على الشعب ما تكملش إلا بتاتش الإعلاميين بقى الإعلامي بتوع ما هو هو جاب ممثلين أستاذ محمود حميد أنا بحب محمود حميدة أستاذ محمود حميدة والأسادزة بقى عشان وعمر يوسري وبحب عمر يوسري بقى يعني جاب دول بقى عشان ايه وبعدين عايزين بقى لقطة تانية الرياضيين بقى فيبقى كده بتوع الدراما معانا بقى اللي انتوا بتحبوه معهم بتوع الكورة معانا براهيم فاي بقى والناس دي فيخرج براهيم فاي وقولك فخامة الرئيس أنا فخور تفضل افتخرت تفضل الرئيس السيدات والسادة عن حضور الكريم كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة ومصر بخير وسحة وأمان يا رب وعزان الحقيقة أن الواحد عنده مزيج من المشاعر المختلطة سعيده بتشرف النهاردة ان انا واقف قدام فخامتك سيدة الرئيس سعيده اكتر لسعادة الولاد وباستمد منهم طاقة النور والامل الحقيقة فخامة الرئيس لو تسمع قد ايه كانوا في الكواليس مبسوطين متحمسين ان النهاردة يومهم وان النهاردة هيقفوا قدام حضرتك شيء فعلا فعلا يدعو الى السعادة فخور كمواطن مصري انه بفضل الله بلدي ورئيس بلدي استطاع انه يغير فكرة ويغير مصارح لحد ما بقى عندنا النهاردة قادرون باحتلاف وبتميز كبير انا نفسه عارف يا ابراهيم يعني هو انت جاهل ولا بتعرض لو بتعرض انا عزرك يعني لكن جاهل ده موضوع تاني بقى ليه بقى يا ابراهيم لانه يا ابراهيم يا ابراهيم قبل انت كده ما تلغت برضو انت كمان اللي فيه قانون في الدولة من ايام عبد الناصر خمسة في المئة لزاوي الهمم يتعينوا في الحكومة قانون لحطوا السيسي على فكرة السيسي مش بينفزوا اصلا بالمناسبة يا ابراهيم واحنا بنا نجيب لك الملفك بعد كده يعني بالمناسبة يعني لما تيجي تعرض ابارة شوي يعني اتعب ما تعملش زي المزيعين اللي بنعرفهم يروح يرى تويتر ويطلعين من نفسه مزيع اي اي مزيع يعني تقرأ تشوف الدولة دي تاريخها مع زاوي الهمم هتعرف ان فيه ناس قبل كده بكتير وقبله مبارك اقروا في الدولة قانون تعيين زاوي الهمم خمسة في المئة منهم في الدولة رسمي ده بقى لا ايام ما كان السيسي لسه بيتفرج على فيلم الوفاء العظيم بتاع سامير صابري ايام ما كان قاعد الاعدة دي قبل ما يقعد الاعدة دي قبل ما يجيب القميزة من الموسكي قبله بكتير الله يلقميز ده من الموسكي ما عارفوا جايبهم ايه قبل الاعدة دي الدولة كانت اقرد قانون بخمسة في المئة تعيين خمسة في المئة من زاوي الهمم في المؤسسات الحكومية ومش بس كده وكليهم كمان نسبة في الجامعات بتستسنى فأبراهيم ما عليش يعني ابقى تعب شوية الله يخليكو ذاكر بدل ما انت ايه طالع كده تهبب ما هي صحش يا أبراهيم الموضوع بس مش طابله وزمر يا أبراهيم الموضوع اعقل كده يعني عينوهم 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 عينو زاوي الهمم طلعوا قرارات كده بدل ما نقعد تبكي لأ طلع قرار كده بدل ما تعملهم صندوق صندوق يا معلم حد يعرف الصندوق ده فيه بدل ما تقعد تبكي لأ طلع قانون ويقر البرلمان بتاعين زاوي الهمم في الجامعات يا راجل ده انتم مرمطنهم على العربات بتاعتهم ضرائب وحجزات وقصص العربات الخاصة والعربات دي مين نزلها ما كان مبارك إلا العربات بتاعت زاوي الهمم دي ونزلها رخيصة ومن غير ضرائب ليه؟ لأن مبارك يقول عمل القصة دي من الأول تعال انت بقى اصدر قرار باستثناءهم من الجامعات من مصاريف الجامعات باستثناءهم وتعينهم في الحكومة وفي الشركات الخاصة اعمل كده لكن مش تقول ونعمل صندوق صندوق برضه ما تخليك راجل وتعمل كده ساعتها نسقف لك هنا ونقع في كده نقولك تحية للقرار ده قرار رسمي ويصدع عليه البرلمان ولا أتصور لحد في البرلمان الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وكله بتعين خمسة في المية من زاوي الهمم وقرار بالجامعات باستثناء زاوي الهمم من المصاريف الدراسية واستثناءهم حتى من مصاريف المواصلات ساعتها نقولك آه لكن تقولي صندوق تحتف دي عايز تسرق المزيح بقى سيف زاهر قالوا أبطلنا سألوني واحنا ممكن نحلم اسمع علي سألني هو وكل الزملاء اللي موجودين هو احنا ممكن نحلم هي مصر فعلا كبيرة فكان الرد الحقيقة تاريخي كان الرد انه احنا ممكن نحلم مصر بلد كبيرة جدا 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 مصر في الكورونا عدت بفضل حضرتك إلى بر الأمان مصر بتعدي وبتنجح بفضل الله بفضل الله يا علا بص وصيف زاهر في الأمان ما قالش أي حاجة يعني واخنا ممكن ننجح وبعدين يا زي هو رد عليك قالك إيه بقى إيه الرد اللي جالك يعني أنت لما بتسأل واحد بتقوله ممكن تسلفني 5 جنيه فقولك بفضل الله إيه بقى بفضل الله هتسلفني يعني وقال بفضل الله هتطنشني يعني إيه بفضل الله إيه الرد يا سيف اللي جالك ولا عال هو إحنا ممكن ننجح الأبطال سألوني هو إحنا ممكن ننجح إيه لو مصر هتنجح بفضل الله أي كلام في البدنجان دق يا مزيكة دق يا مزيكة رسمي طب إذا كنت نشوف الحنية ومصر اللي بتعدي مع السيسي يعني مثلا نشوف عمل إيه كده مع المستثمرين يوتيوبر بيشرح اللي حصل في مصنع أبو اسمع كده موضوع الإسترات بالنسبة شكة أبو وقف فبدأوا يسرحوا الناس اللي عندهم وبدأوا يقفلوا في بروع لأن خلاص الإسترات واقف لغاية تم قرر شركة أبو على خير يعني أنه هم هيصنعوا التليفونات هنا في مطر فهيعملوا مصنع والمصنع ده هيجمعوا فيه التليفونات ويبعوها زي زي سامسون ودي كانت خطوة طبعا كويسة جدا قال لك خلاص تليفونات الريلبي والأبو هيتم تصنيعهم هنا في مصر وبدأوا يجناجوا في الدنيا وبتاعه وبعدين فجأة تفاجأ أن أنت بتسمع أن الحكومة الحكومة موافقتش على أن توافق على الاستراد قطع الغيار اللي شركة أبو ستجمع بها التليفونات طبعا ما هي موافقتش ليه؟ مش موافقتش علشان هم أبو شررين يعني فهم مش بيحبوا أبو وعايزين سامسونج هاي اللي تنجح مثلا لا يا ركسة مش كده قصة أن في عرنج فيه أو عوج أو تخلف ما تفهمش في الخطة الاقتصادية اللي محدودة في حاجات غريبة الواحد يسمع حاجات غريبة يعني النهاردة هو قال لك لأ يعني إحنا مش هنقدر نقفر عملة ولا تجيب ولا تودي عايز تفتح تفتح عايز تقفل تقفل ما توجعش دماغنا الناس قال لك يا عم يقفل يا عم يردم على ما يتين أم القصة دي كلها مصر هتنج أماء طبعا الألفاظ بص الراجل يعني على صوت عبانة يعني مصر هتعدي بإذن الله بإذن الله أنا قلتلكوا إيه أصبروا معايا سنتين قلت إيه صبروا معاك سنة واثنين وثلاثة لحد ما وصلنا لمرحلة دي ومرحلة سقوط أول فروع عمرة فاندي نسمع كده جمال زهران بيقول إيه بيقول سقوط أول فرع أول فروع عمرة فاندي اتنين شارع طلعت حرم من التحرير عدم سداد الإيجار لتمكين المالك من الحكم بالطرد مؤامرة التخلص التطريجي من عمرة فاندي التي تمكنت مع زملاء شرافاء من استردادها للدولة بعد صفقة البيع المشهورة انقذوا عمرة فاندي زي سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين طبعا الناس اللي ما تعرفش وسط البلد أنا عايز أقول لك إنه عمرة فاندي فرعه الأول في شارع عبدالعزيز يعني تقاطع شارع عبدالعزيز ورشدي ده أقدم فرع وده اللي كان بيطبع على الورق زمان لما كنا نشتري حاجة من عمرة فاندي كان بتتلفف ورق كده كبير مطبوع عليه المبنى الخالد ده اللي لازال في شارع عبدالعزيز فتقاطع رشدي وشارع عبدالعزيز بسلوه فرع التالي في شارع ثلاث حرب واحدة من العمارات اللي بانيتها اللي بانوها الجماعة الطليان بقى في شارع ثلاث حرب غالبا قدام جروبي يعني الناحية التانية من جروبي الفرع ده إدباع هو اللي بيكلم عنه اتنين شارع ثلاث حرب هو ده فبيقول انقذوا الجارع عادي يعني ولا هينقذ ولا حاجة وغالبا هيتسرق برضو حنيه يقول لك مصر هتعادي بإذن الله بإذن الله ما تقولش ما هو ده يا سلام عليك يا ولا لا بس ده شارع عبدالعزيز ده في شارع عبدالعزيز ده المبنى الأساسي الشارع روشدي هو اللي قدامك في وشك كده اللي كان فيه مبنى الأهرام زمان مبنى جيرت الأهرام واللي ماشي كده شارع عبدالعزيز اللي ماشي فيه العربية النقل دي شارع عبدالعزيز ده يوصلك لشارع الجمهورية الناحية التانية والناحية دي يوصلك لإسمائيدي أرض الشريف لكن اللي بالطول ده شارع عبدالعزيز والمبنى اللي هناك ده خالص ده مبنى حاجة للبترول لأنه تحته بزينة وفي جزار هناك المهم يعني في بقية بتاع اتنين طلعت حرب حاجة جامدة جدا جد حنية وبيعيط وبعدين إيه بقى عشان أقولك بس ويبكي كده وبتعود شحتف وحاجة تقرف حنية دي بقى ما أقولكش أدقيه إن السيسي بينام ويقوم يفكر في المصريين يخترع لهم اختراعات تبكيهم هم زي كده الداخلية ستطبخ مخالفات مرورية فورية من بداية العام الجديد على أي ميكروباس أو حافلة ستقف عند مطلع أو منزل على الطرق والمحاور وقد تكون 300 أو أمري ما شفت قانون كده أو 500 300 بص والنبي اللي هينسك الديركسولة زيله تعالى بقى أسيبك أنت ما عندكش العربية ميكروباس والعربية ناقل وبتاع الحنية ونبي هاتها عالي هات سورته كده هات سورته عالي وبيبكي وعمل كده هات سورته عشان بس ونحط الأخبار جبه راحت فين الحنية بدل ما تقول للناس تطلع قرار بعد عينهم بتعين زو الهمم قرار يجبر الناس على الالتزام بالدستور وتعين زو الهمم تروح تقولهم سندوق حتى دول بتاجر فيهم حتى دول هتاجر فيهم ومئة مليون من هنا وخمش مئة مليون من هنا حتى دول أيوا الصورة دي بس خليك وقف عن الصورة دي بقى هات بقى الخبر اللي جاي لقمة العيش والتموين وإزامة الزيت ما فيش حنية بعد كده حط بقى الصورتين جنب بعض مش مهم ما أنا مش مهم ما أنا حطهم جنب بعض خذ الخبر اديني الخبر لها خليك اديني الخبر بتاع الحقيقة المخابس للبلدية في مصر رفع أسعار الخبز الحر إلى جنيهين ادينيه بقى الصورتين جنب بعض بص علي أيوا كده ونغير عليهم بقى ها خذ الخبر اللي بعده مصر ترفع أسعار السلع المدعمة خلال أيام عايت ده انطلت عايت يا مواطن بص بقى الفيديو اللي جاي ده علي لعبك بقى عايزيني شواء بوتريكا بقى بص عايزيني شواء بوتريكا مع ميسي في اللعب اللي جاي ده بقى أيوا الاثنين جنب بعض عايت بقى سيسي يلا يلا لعب الاثنين بقى شايفين يا جدعان زيت الزيت الحلوة دي دي السبع ومية يعني مش لاتر كمان الكارتونة دي يا جدعان بكام من خمس بيام بالزبط كارتونة الزيت الحلوة دي كانت بكام بثلتمائة خمسة وتمانين جنيه كتوقف على البيع بثلاثة وتلاتين جنيه أنا ببيعها بثلاتين جنيه النهاردة السعر اتغير بتاع الكارتونة بقى بخمسمائة وعشرين جنيه من ثلتمائة خمسة وتمانين لخمسمائة وعشرين جنيه الفرق الزيادة ده أقسم بالله ما يرضي ربنا أنا أبيعها للزبون إزاي يعني علي أنا بتلاتة واربعين جنيه أبيعها للزبون بكام حرام أقسم بالله حرام لأ يا علي هي التكة الأخيرة يا علي ده الكريشند وصل في الآخر دي حرام وسيسي بعيد ده المشهد يا علي سينما يا علي دي سينما يا علي سينما فهموها بقى هات الحتة الأخيرة دي بتاع أقسم بالله حرام وسيسي بعيد حلوة قوي يلا بقى نلعب ونزاي يعني علي أنا بتلاتة واربعين جنيه أبيعها للزبون بكام حرام أقسم بالله حرام يا عم يا عم بتقطعها ليه مين اللي قطع الفيديو اللي قطع ده إيدي تتلفه في جبس اللي قطع الفيديو كده ده حرام ده الميم الأخيرة دي المؤثرة إيه رأيك عفتاح إيه رأيك مش دولي نبكي عليهم برضو زي ما وتعمل كده ارتفاع الأسعار وصل لمرحلة إن أصحاب المحلات بيعتذروا الناس على الزيادة اللي بتحصل كل يوم نقصف نقصف يا سلام عليك يا علي نقصف عملاء النالكباب نقصف لعدم ثبات الأسعار وذلك لعدم الاستقرار في الأسعار من منتج نفسه عاية عبده عاية طبع الشعب هيكل منين يا عبده مدام كل حاجة بتغلى عبده نقصف لارتفاع الأسعار إعلام النظام بيقولك لإنالك الحل إيه بقى الحل متخصص كويتي في علم المناعة الجراد أكتر فائدة من الأسماك واللحوم البقار قسمة بالله بيشتغلونا والله العظيم بيشتغلونا والله العظيم ناكل سراصيل ناكل ديدان ده شغل بيه حاجة غلط بتحصل كمان الوجه الحقيقي للحنية اتكلمت عنه برضو الصحف الأجنبية النهاردة ده احنا بقيت فضاحتنا الميدل إيه طايل بتقول يقول أن مصر السيسي يقول أن مصر ستبدأ في تصفيت الواردات المتركمة الميدل إيه طايل بتقول ماشي لأ هات بقى الدجاج أقدام الدجاج توثير جدل في مصر أنت تعرف أنا نسيت أقولك أنت تعرف أن أنا لقيت صحف إيرانية نقل عني قصة الدجاج دي والله حد بعتها لي معرفش مين صحف إيرانية لقيتها بعت بتتكلم عني أن أنا كلمت على صحف بالإيراني يعني بس أنا بعتها للأخ مصطفى إنما هو مشفاش صحف إيرانية بتنقل عن برنامج مصر النهاردة قصة الكريستيان رونالدو ومواقع إيرانية يعني مصر أقدام الدجاج توثير الجدل في مصر تخيل دا احنا فضعتنا بقت بجلاجل الواقع الحقيقي هو اللي بينفزه السيسي على حساب المصريين ويغرقهم في الديون كل يوم احنا عايز أقول لحضراتكم مبارح قالوا إنه فوائد الدين في مصر بقت 43 مليار فوائد الدين مش الدين عارف دا معنى إيه معنى إن كل مولود جاي مديون تخيل أتحدى يا عم أتكلم الدكتور مستفى شاين كلموا أي حد اقتصادي الكلام اللي أنا بقول دا غلط ولا صح أي طفل يولد اليوم في مصر من ساعة ما جاء دا مديون أنا أول مرة أشوف كده في حياتي يعني طفل يبقى صفحة بيضة أي طفل ولد من خمس ست سبع ثمان سنين أو أي طفل هيولد جاي وهو نزل الدنيا على الأبيض مفيس زنب ولا أي حاجة في الدنيا مديون نعمش هي حاجة خالص طفل بيبي كده عارف انت بيبقى لحمة حمرك دا مديون فانت لما تروع عند حد تخلف تقول له ابنك مديون بكام بقى تبشره تمسك العيق أنا بحب تشيل علي الصغيرة كده يعني بخاف منهم مش فانت ايه ما تمسكش يعمل زي كده من بعيد اه والله جميل اه ومشاء الله يبدو عني بقى بخاف منهم يعني بخاف عليهم قصدي أي طفل ولد في مصر مديون تخيل تخيل شوف بقى البنك المركز يطرح ازون بقيمة مش عارف تمنمية وخمسين مليون تقريبا حاجة زي كده اهو اه تمنمية وخمسين المركز يطرح ازون خزانة اللي هي السلفة الداخلية بتمنمية وخمسين مليون دولار يا لاوي مابلغ برضو ام ليه ام ليه انا اول مرة اخبالي اني عاملين شبكة سفرة على الارض طب عاملينها ليه عاملينها ليه على فكرة الشوارع دي متقطعة اه يعني يعني الشارع دا ستريت شارع بنك مصر دا ستريت محمد فريد دا ستريت وشارع عاصر نيه دا ستريت عاملين الشبكة الارض دي ليه يعني اتجاه واحد بدا اتجاه واحد ما علينا يعني في قارض بقى بسبعمية وحيد وعشرين مليار ين ياباني على دفعات قرد بسبعمية بمتين وساعة واحد وسببين بمتين وسببين مليار ين ياباني على أربع دفعات توقيع اتفاق تمويل مرحلة الأولى خط هوش عقروض أكبر واحد خط قروض كامل وزير حلو يا علي بص والله العظيم تحفى علي هي دي السينما انت كده بتعمل السينما بص وبطلع يعاية علشان يعني زوء الهمم اللي هو جايبهم ياخد يستغلهم ياخد بيهم لا طب بينما هو مش شاف الشعب أيوا 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 خش كده كلهم يعلي ورا بعض يسردرهم ورا بعض كده وقوله انت بتبكي علي ايه بقى بعد ايه بعد ايه ابكي علي واندم علي يا راجل حرام عليك بطل تمثيل بقى بطل تمثيل الناس بتبقى عليك في البيوت حرام 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 الدرب في الميت حرام انت فاكر انك انت بالدبعتين دول هتهز قلب المصريين لا يا معلم المصريين عد عليهم خلاص كلامك ده جتتهم شبعت شبعت منهم والله العظيم اللي بعده يا عم علي وخليه بكي اللي بعده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة